أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بدوام الصحة والسلام والأمن والإيمان وإن يعجل في فرجه مولانا وإن يعجل في فرجه مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم بعد الجملة الأولى اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم ندعو بهذا الدعاء ونطلب من الله أن يغفر ويستر ويعفو عن قسم من الذنوب هذا القسم قنوانه الذنوب الذنوب التي تنزل النقم نقم جمع نقمة شوكت واحد ينتقم من شخص النقمة شنو أكو ذنوب تنزل النقم شخص ينتقم من شخص إذا فعل معه ما يوجب غضبه وصخطه وانفعاله وانتقامه يهيج علي امسو شيويا هيج غضبه هيج سخطه هيج علي فينتقم منه هناك ذنوب هذه الذنوب تهيج الغضب الإلهي تهيج السخط الإلهي يعني شوف الله من يرضى بيها يتأذى من ذنوب كل الذنوب موزينة بس أنواع هي بشلون النوع الأول كان يهتك العصم ويقطع الروابق مع الله هذا النوع الثاني من الذنوب يخلي الله يشتد غضب علينا ينزل نقمة تارتين يقول تنزل البلاء البلاء ينزل البلاء شيء طبيعي لردة ثعل تضرب واحد تصفع على وجهه أم يصفع على وجهه يصفعك ردة ثعل طبيعية للأعمال ولكن النقم أشد من ذلك يهيج غضبه يريد فلما آسفون انتقمنا منهم والله عز وجل لا يأسف والله عز وجل لا يمكر ذنني صفات بشرية ولكن يقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لاحظت ذنني صحيح صفات بشرية لكن ربنا تبارك وتعالى يريد يبين الحالة التي لو كانت عندكم شنو ردت فعلها الحالة اللي لو كان عندكم ردت فعلها شنو شنو تتأسفون شنو تحتالون شنو تسوون مكر خديعة يخادعون الله وهو خادعهم الله يخدع يعني يفعلوا بكم مثل فعلكم فيسمى خداع خدعة مخادعة أمثال ذلك يعني هذا الفعل لو تنزل عندكم شنو تسمون وإلا حاشاه جل وعلا من صفات البشر ولكن هذه الأفعال التي يقوم بها البشر تهيج الغضب تزيد الأسف توجب الصخط فلذا يؤاخذ العبادة على أفعالهم بأشد ما واحد من يغضب على واحد يقول لها حبيبي اصبر لي خلى أضربك فدراج دي تصبر لي خلى أصفعك على خدك الشكل يقول له لو يشتد غضب ترجع ها هذا الانتقام هذا انتقام عن شدة يجي مو يجي عن مهلة وعلى كيف ويتعامل وياه برفق وكذا لا ها الانتقام هذا فرد واحد يقول له شوف شراح يساوي راح انتقام هذا شدة نعوذ بالله نعوذ بالله من نقمته ومن نقمه لكن أفعالنا بعض أوقات تصرفات البشر بعض أوقات بشكل اتخليها كذا يفعل يفعل مع صخطه وغضبه علينا بما يكون عندنا ما يسمى في قاموس ناء انتقام يفعل مثل هذا الفعل اللي لو كان بعضكم مع البعض لشدة استيائه ينتقم منه فهناك مجموعة من الأفعال واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم أكو ذنوب توجب النقمة الإلهية يسترها علي لا تخل للنقمة تنزل النقمة إذا نزلت تبيدنا النقمة الإلهية ذلك بعض الأعمال السماوات والأرض ما لا تقوم له السماوات والأرض بعض أوقات النقمة الإلهية صعبة جدا نعوذ بالله منها فلذا نطلب من الله نقص هذه الذنوب شنوه نوع الذنوب ما هي في السراح أذكر لك الحديث اللي يذكر نوع الذنوب اللي توجب النقم الإلهية ورد عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في شرحها الأول نقض العاهد ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني ألم أعهد إليكم أنهم تعاهد إياكم ليش تنقضون العهد ليش تعبدون الشيطان أكو واحد منا يقول يا إلهي أنا وين عابد الشيطان حاب تربى ودى أركع وأسجد للشيطان أنا لا عبا من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد من الشيطان الشيطان يدليه طريق موزيا يمشي به الله جل وعلا سمى هذا عبادة الشيطان أنا قال للكم وانضح لكم الطريق هاي طرق الشيطان لتمشون بيها تعد عبادة للشيطان ها زين بس خل أقرى لك بعدين أجي على مفردة مفردة نقض العهد دان عدد الأشياء التي ينتقم الله منها الله يسنع الانتقام يغضب يتأذى يسخط علينا يستاء منا الثاني ظهور الفاحشة لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإث لا تقرب يقول لا تقرب الفواحش شيوع الكذب والحكم بغير ما أنزل الله هايها من الأمور اللي رح نشير ذلك فذني دعن نعددها لأشياء التي توجب النقمة الإلهية بعد مما يوجب النقمة الإلهية منع الزكاة يمنع الحق الشرعي أن يصل لأهله وتطفيف الكيل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ذكر ذني قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس بخمس قيل يا رسول الله وما خمس بخمس قال ذني أنا ذكر تلكم ياهين شنية ذكرة يا رسول الله قال ها ما نقضي قوم العهد إلا وصل الله عليهم عليهم عدوهم احنا احنا مسؤولين عن العهد يسألون إلا الذين عاهدتم من المشركين ذول شوف شوف العهد مهم المشركين الفاحشة في قوم من إلا وثشى فيهم الموت أثر وضعي لظهور الفواحش إذا ظهرت الله يجيب لفرد موجة من الأمراض الفتاكة من الأمور اللي ما تدري شنو ويأخذ بالناس وما يدرون السبب شنو السبب وعدم من الأسباب أن الفواحش تظهر في المجتمع وما حد يقول شيء وما شاع الكذب والحكم بغير ما أنزل الله إلا وثش الفاقر هذا بس أقرأ كيست فقر فقر أجي علي أذكر لك بعض الروايات والشواهد وما منع الزكاة إلا حبس عنهم القاطر وما طففوا يسرقون من الميزان المكيال إلا منع النبات إلا منع النبات وأخذوا بالسنين مجتمع إذا ما أبي عهد عقد وفاء بالوعد بالعهد بالعقيد شنو بعد يتم أكو معاملة تستقير أكو نعمة بينهم رح تستمر أكو ثقة رح تبقى ياه اللي يجي واعد واحد يخلف ياه اللي يجي سو معاقد معاحد يخلف العاقد والعاهد أوفو بالعقود واجب علينا الوفاء بالعهود وبالعقود وإلا المجتمعات اللي يظهر فيها تظهر فيها الفحشاء وماكو وفاء بالعقود ويمنعون الحقوق والزكاء أي فضيلة أي فضيلة تبقى هذا مجتمع رح تحكمه الرذائل وهذه فضائل بعد الله من حق أن يغضب عليهم يا ولا من حق ينتقم منهم يا ولا وإذا فعلوا هاي الأمور في طبيعة الحال تنزل النقم الإلهي عليهم ويبتليهم الله عز وجل بأنواع من البلايا في أنفسهم في مجتمعهم فيما يدور حولهم أنواع من البلايات تجيهم وقد ورد في علل الشرائع أيضا عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن من الذنوب التي تنزل النقم الظلم كما البارحة في الذنوب التي شنو شتسوي بالعصم تتك تتقص كما هناك يعمل الظلم هنا أيضا يعمل الظلم يوجب النقمة الإلهية زين هذن المخردات بشكل سريع راح أجيب الكياهن الله سبحانه وتعالى يأمرنا فأتموا إليهم عهدهم حتى لو كان مشركين ما داموا أكفين وإياكم عهود بيناتكم أتموا إليهم عهدهم واللي ينقض العاهد تشمله اللعنة الإلهية فبما نقضهم عهدهم شوف بما نقضهم ميثاقهم لعناهم يوجب اللعنة الإلهية المواثيق والعهود ما لازم تنقضوها اللي ينقضون العاهد قال عنهم أولئك عليهم اللعنة وسوء الدار مو بس اللعنة الدار يعني المكان اللي يعيشون به هاي سيئة يعني بئس الدار اللي يعيش وسوء دار سيئة بلاد سيئة الصير إذا جرت فيها نقض للعهود والعقود الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الوفاء بالعاهد للبر والفاجر يعني مو تقول هذا مخوش آدمي ومتلتزم ويا لا إذا اتعاهدت ويا خوش آدمي مخوش آدمي ماكو فرق إن تلازم تلتزم معه زين لا عذر في مخاء الإمام الصادق يقول ماكو عذر في مخالفة هذه الأمور هذه الأمور ينبغي الالتزام بها هذا الأمر الأول بشكل سريع اللي شنو الوفاء بالعهود والعقود واجب ونقضه موجب لللعنة الإلهية وموجب لأن يصلط الله على من ينقض العهود عدوه يصلط عليهم العدو هذه من الآثار الوضعية وترى كثير من المجتمعات لتعرفوها وربما كنتم تتعايشون فيها ومعها ما فيها عهود لا عند الناس فيما بينهم كثير من الناس وكثير ممن في سلك المسؤولين كثير من سلك المسؤولين أيضا ذولة ما عندهم عهود ما عندهم عقود ما عندهم وفاء فلذا تشوف الله سبحانه وتعالى يصلط على كثير منهم عدوهم شوفهم أذلة خاسيين لغيرهم ما لهم سلطة ما لهم سيادة ما لهم قدرة من يقدر كل شي يقول من يقدر كل شي يسوي هذا السبب لأن بيناتهم نقض للعهد عندهم ولا يلتزمون سواء كان أفراد شركات حكومات غير ذلك ما كفرق الكل لازم يلتزمون تشوف بعض أوقات بعض الشوارع تجي عليها التزمت بها تعهدت معاهدة وعقد مع شركات أجنبية صار للشارع 40 سنة يشتغلوا زيان لما نقضوا العهود تشوف الشوارع صار لها 10 سنوات اللي تعهدوا وتعاقدوا على أن يسومون شوارع زينة 10 سنوات مطول الشوارع بعض الشوارع الآن في البلدان بعض البلدان نشوفها أكو بيها بعض الشوارع صارتها 50 سنة تشتغل وجيدة الشركة تعاقدت على أن يكون التزام وضمان هذا الشارع 25 سنة لكن صار لها 50 سنة ضعف 50 سنة صار عمره الشارع وتشوف بعض الشوارع يتعاقدون على أن يكون 25 سنة أقل شيء عمره 5 سنوات ما يطول هذا شركات تجي تتعاقد تتعاهد وتنقض العاهد فهؤلاء عليهم اللعنة الإمام الصادق والقرآن يقول عليهم اللعنة وسوء الدار موخوش مكان يعيشون بئسة المعيشة يعيشوها وإن كان في ظاهرهم ربما يكون لهم أموال بس هذا مثال شوارع والخدمات الأخرى الأمور الأخرى دعني من هذا الأول هذا الأول اللي إذا ما صار التزام به يصلط الله عليهم عدوهم الثاني الفواحش شوف مسألة الفواحش القرآن يقول ولا تقرب الفواحش قريب منها لتروح الفاحشة مثل داير مدايرها أرض مزليقة زليقة إذا رحيت قريب الفواحش رجلك تزلق تروح لا تقربوا قريب منها للصير الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربا هذه الشجرة يقول لآدم وحوى ولا تقربا هذه الشجرة دير بالكم قريب منها لترحون إذا رحتوا قريب منها توقعون تزلق تروح بها تأكل منها فالتحذير تحذير مو يقول إنت لتعمل الفاحشة لتقرب منها قريب منها للصير لإذا صرت قريب منها رح توقع رح تجرك توقع فيها إذا شاعت الفواحش إذا ظهرت الفواحش في قوم كثر فيهم موت الفجأ موت الفجأ يكثر فيهم ابتلاهم الله بأمراض لم تكن في أسلافهم ابتلاهم الله بأمراض لم تكن في أسلافهم أمراض فالقرآن يحذر من الفواحش وهذه الفواحش موجب للانتقام الإلهي الله يسرع الانتقام من هؤلاء ويبتليهم في رواية أخرى بالفقر أيضا فتشوف هذا الأمر الثاني مما يوجب الانتقام الإلهي مما يوجب النقمة الإلهية ظهور الفواحش في مجتمع والأمر واضح فلذا ما نبقى فيه هذه الأمور كثيرة إذا فشى الكذب والحكم بغير ما أنزل الله الكذب إش وقت يحتاج الإنسان يريد لفد حالة نفسية الكذب فرد واحد يسأل يحرج من شي إظهار الحق صعب وعليه صعب يظهر الحق فلذا الحق عن الواقع فلذا يظهر خلاف الواقع أول من يكذب الكاذب نفسه نفسه ما تقبل يقول هذا خلاف الواقع ثانيا ينسي يبتلى بالنسيان مما أعانى الله في الحديث مما أعانى الله الكاذب على نفسه النسيان يخلي مرة أخرى من يحتي نسي أنه وقال لأن ذاك خلاف الواقع حشا فما يبقى باله يعني فدموارد ربما يضطر فيها الإنسان فالكذب مو حالة طبيعية حالة اضطرار حالة موزينة يكرهها الله عز وجل لكن بعض الناس الكذب زلاطة وطماطة إذا ما يكذب من الصبح للعصر كم كذب ما يرتاح مرض مرض رذيلة رذيلة مرض خلاف الواقع الإمام الباقر صلى الله وسلم عليه يبين الكذب المؤمن لا يجب حقيقة الإيمان طعم الإيمان حتى يترك الكذب جده وهزله يقول المؤمن ما يكذب لا في الجد ولا في الهزل لا صغيرة ولا كبيرة دع دع الكذب صغيره وكبيره في جده وهزله فإن الذي يجترئ على الصغيرة يجترئ على الكبيرة اللي يعلم نفسه على الكذب الصغير كذب كبيرهم يبهم يكذب أسمى تقول أنا كنت مسؤولة على زفاف عائشة يوم اللي زوجوها للنبي صلى الله عليه وآله تقول أنا كنت مسؤولة عليها وفدت أربع نسوان ويايا من البنات حتى يزفوها يودوها إلى بيت النبي فأدخلناها دار فأدخلناها بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أدخلناها على رسول الله فما كان عنده شيء ما كان عنده شيء يضيف الجايين يعني إحنا ثلاثة أربع اللي جايين أربع نسوان ما كان عنده شيء يضيف كان عنده إلا قدح لبن فاستنتبه على السالفة قل لا قدح لبن فشرب منه قدح لبن شرب منه فأعطى فناوله عائشة فاستحيت الجارية يعني عائشة استحى تأخذ فقلت لها لا ترد يد رسول الله صلى الله عليه وآله أخذته ويشرب منه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله تسمع ناوليه هذا القدح الطيب ناوليه صويحباتك أذني البنيات اللي جايات بياك خليه شربا فقلنا لا نشتهي يا رسول الله لا أجيب لك الحكاية بدقائق هتسمع هزيني ولا ليش أكرر لك النبي صلى الله عليه وآله شغلة شنو كان يعلمهم الكتابة والحكمة شو هاي الحكمة اللي كان ذكرت لك في الليالي السابقة بعض مواطن الحكمة أذكر لك بالمناسبات الحكمة شنو كان نطين صويحباتك ذني خليه شربا شنو قال فقلنا لا نشتهي يا رسول الله فقال أجمعتم جوعا وكذبا ها شاهدنا وين بالكذب النبي قال أجمعتم هاي الحكمة يبين لهم الحكمة العملية أجمعتم جوعا وكذبا فقلت منو تتكلم ها اسماء لا تنقل القصة فقلت يا رسول الله جان هالقضية طبيعيا قل من اشتهي في المجاملات في الكذا أي وعد ذلك كذبا يعني اشتهي فهذا الكلام مدى يطابق الواقع كلاف الواقع كذب لو مو كذب ها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله تكتب الكذبة كذبة والكذيبة كذيبة اسماء إذا كذبة شبيرة تنكتب على قد ها الكذبة الزغيرة هم تنكتب كذيبة يعني كلها تكتب يعني هذا نوع من الكذب حتى لو كان في المزاح هو كذب الله ما يريد رح أجيب لك هذا انتهيت منه ردت أجيب لك الحكمة العملية للنبي صلى الله عليه وآله شلون كان يعلم الأمة حتى في هاي الأمور المسيطة لا تكذبون حتى به الأمور المسيطة يقول لا تكذبون الكذب في الميزان الإلهي رح أجيب الكياه المعاصي مو كلها سوى على حد واحد وحدة ثقيلة كلش إذا تحطها بالميزان ميزان ينقطع ينزل ما يبقى وبعضها إذا تحطها بالميزان الميزان يقدر يشيلها بس بس شوفوا الكذب من هذا الحديث في الوسائل وفي كتب الحوزة كتاب المكاسب في المكاسب المحرمة في باب الكذب هناك الكذب الكذب يشغل الزقض قال وضعت الشرور كلها وضعت الشرور كلها في بيت ومفتاح ذلك البيت هو الشرب المحرم اللي البارحة تكلمنا عنه وشر منه الكذب ها اسمعت شر من ذاك الشراب المحرم اللي يقطع العصم ها البارحة متكلمنا عنه شر من الكذب بسه أطيك الميزان قال إمام صلوات الله وسلامه يقول من كذب كذبة وحدة لعنته سبعون ألف من الملائك هذا خليه واحد خليه بالميزان الكفة الأولى من الميزان كذبة واحدة هاي الكفة الكفة الثانية من الميزان لعنته سبعون ألف من الملائكة ثانيا وخرج نتن من قلبه من جوفه باطن يخرج نتن حتى يبلغ العرش فتلعنه الملائكة حملة العرش شوف شقجي فعل هذا واحد يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لذول الملائكة اللي ويايا أنا إذا نويت المعصية هم يفتهمون لو واحد من يسوي لمعصية يفتهمون قال لا يفتهمون الله منطيهم خجرة الشم معنوية شون الإمام صلى الله عليه يقول تعطروا بالاستغفار قبل أن تفضحنكم روائح الزنوب تعطروا بالاستغفار الزنوب لها روائح قال الملائكة قال لهم قال شلون مولان قال إذا نوى العبد الطاعة شم ريح طيبة وكل فعل إلى رائح كل فعل زيا إلى رائح خاص شلون الورود لها روائح وكل فعل معصية إلى رائح خاص وإذا نوى العبد إذا نوى العبد الطاعة يشمو رائح فقال صاحب الشمال لصاحب اليمين اكتب هاله فإنه نواها نوى الطاعة اكتبها إليه شم والرائح وإذا نوى العبد المعصية ها يشمون الرائح فيقول صاحب اليمين لصاحب الشمال لا تكتبها عليه حتى يفعلها إن شاء الله ما يسويها يفتهمون فالإمام يقول اللي يكذب كذبه خلينا بالميزان سبعون ألف ملكي لعنان الثاني حملة العرش يخرج نت من قلبه حملة العرش لعن والثالث وكتب عليه الله نعوذ بالله نستغفر الله اللهم اللهم رزقنا توفيق الطاعة وضعد المعصية وصدق النية وصدق العمل وصدق اللسان وكتب عليه سبعون زنية أهونها أن يزني مع أمه إش قد قبيح إش قد قبيح الكذب إش قد قبيح ومندري يعادل بالميزان سبعين زنا عند الله عز وجل هل قد قبيح هل قد موزيا شر من شرب الخام راحت تنشوف شون انهذب نفسنا على الصيدق وعلى عدم الكذب شقد لازم إحنا ندير بالنا على هذا الآمر زين إذا فشى طبعا احنا شوية متأخرين بس على كل إذا فشى الكذب والحكم بغير ما أنزل الله مريد أكلم لك أكمل لك هاي العبارة اللي ذني جنسوه بس بعد مسألة الكذب خليتها عليك الباقي أنت تقرأ حديثه وكذا بس جبت لك أصل المطلب والحكم بغير ما أنزل الله إحنا نقعد نسولف يلا بعض أوقات الناس تحشي بالطب والله كل واحد يطلع ما فيه جعبته من معلومات وعسبالك قال الطب من أول للآخر وروفيسور فيلسوف بالطب صاير وإذا صاير بناء هندس الكل يدلي برأيه وإذا صار كلام عن السيارات الكل يدلي برأيه وإذا صار كلام عن الأسفار الكل يدلي برأيه وإذا صار على الأسطياف والأماكن الحلوة الكل يدلي برأيه ما يخالف بعض الممور بسيطة عادي لكن على كيف تعال عمين إذا صار عن كتاب الله عن الآيات عن التفسير ما يصير كل واحد يعطي بكيفه ما يصير كل واحد يفسر القرآن برأيه من فسر القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ ما يصير ممنوع بعد الثقه مسائلي الثقه والحكم أنا رأيي هذا ما يصير الترأيك هذا أخي بس والله داعين على عزاد أريد أذكر المطالب وما أقدر خليه أجيب الكياه بعد الحكم بغير ما أنزل الله أكو واحد بالكوفر يجه للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لي يا ابن رسول الله أكو واحد من المخالفين أنا شوية مشكلة وياه أرجوك افتيني فيها المسألة مو مثلنا كل واحد يفتي الإمام الصادق يفتي عن الله مواريث الكتاب علم الله عندهم يفتون على الواقع شنو مسألتك قال أنا أطلب واحد في النيل فلوس نيل ورا الحلة نيل اللي في العراق أطلب فلوس شركة شركة نقل ذاك اليوم اليوم شركة نقل السيارات ذاك اليوم شركة النقل شنو بيها حمير بغال خيل إبل إذن شركة نقل واحد عنده شركة نقل الجماعة من المخالفين يجي أتوقع لعم أريد أروح للنيل قال هذا أخوش بغل أخوش بغل أروح للنيل وأجي يطول أخاف أطول وكذا وأبطال يومين أكفد ثلاثة يام أجر منك هذا الباغل كله ولا يهمك اليوم خمس دراهم اليوم خمس دراهم و بين تجي الله كريم أخذ الباغل هذا عقد صار عقد إجارة عقد الإجارة يروح وين للنيل ويرجع كل يوم يدفع خمس دراهم والنيل مسافتها معلومة هم يدرون بيناتهم الشركة النقل هي تدري هاي النيل وين صايرة زين راح للنيل دقي صاحب قال ولا شي ردي البغداد هو أهم قال ألا أفعل كذا وكذا به مؤسس العراقي من يصير عصبي شي يصير به ويظل يعرب ويصيح وكذا على كيفك عم يتضبط لوسك تحصلها إن شاء الله توكل على الله يطلب من الله يساعدك تطلب من الله يساعدك كذا ماكو داعي هالعصبية هاي ولا أفعلن كذا وكذا وخلص الوقت يساعد فالليها على باش رجيب الكياه إن شاء الله نسأل الله العفو والعافية باش رجيب الكياه يعني ما أدري هاي الساعة خطأ صحيح حط يجب نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين التعليم اقوال للعافية وكلا في الدين الناس ومتابع Hallelujah الناس מח يعني